الملف الخدمي في محافظة ديوانية تحول إلى معضلة ليس من السهل أن تحل بشكل يتوازى مع ما يعانيه سكان أحياء هذه المدينة التي غابت عنها الحلول واستشرى داخلها الخراب الخدمية والعمرانية نحن أهالي منطقة حي الزهراء حي سكن يتابع المركز المحافظة حقيقة بسبب هذه الأنهر المساراتها بنص الحي حالة دون تنفيذ الخدمات حقيقة الشركات التي تريد تنفيذ الخدمات المجاري والطرق جاء يشوف أنهر داخل هذا الحي والأنهر سببت مياه جوفية وبرك للمياه ستشوف أنت المنازل حقيقة عبارة عن منازل على مياه جوفية راجعنا مرارا وتكرارا وأعلمتنا لمديرات الموارد المائية بالدوانية أن هذه السواقها الرسمية ويجب إزالتها من الحي لكن وجود المتنفيذين حال دون ذلك التصعيد والنزول إلى الشارع خيار قد يلجأ إليه الأهالي في هذا الحي الذي اقتحمت سواق المياه الآسلة منازلهما وحاصرتهما من مختلف الاتجاهات وأصبحت عقبة كبرى تمنع تطوير الحي وتوفير الخدمات نحن من 2003 إلى حد الآن لم يكن حظروا معاناة هذه المنطقة التي هي أكثر من 7 أو 8 أحياء مفقودة من عندها الكهرباء والماء والمحولات والتبليط يعني شبه معدومين نحن شبه معدومين طالبنا يا ما طالبنا وكل الناس وآني أكثر من 10 مرات أكثر وغيري وغيري طالبوا لكنهم لم يرى أي استجابة تجمعنا كتجمع سلمي أما لا شفنا عدم استجابة لهذه التجمع فعيدنا خطوات تصعيدية تمام وإحنا اللي نريد من مجلس محافظة من محافظة مرأس الوزراء أن تنظر لهذه المنطقة ونشوف وضحها وخدماتها منطقة عبانة متهالكة منكوبة بين قوسيا عجلة الإعمار بمحافظة الديوانية معطلة بشكل تام ولا تسير بشكل طبيعي وجادة في وقت يشير مراقبون إلى أن الإدارات التي قادت المدينة ليست مؤهلة لذلك ولا تمتلك رؤية تستطيع من خلالها إنقاذ هذه المدينة